كما تنضم إلينا دكتورة إيمان زهران أستاذ العلوم السياسية للمزيد من المتابعة دكتورة إيمان بعد التحية رئيس الصربي قلل الرئيس عبدالفتاح السيسي وسام جمهورية صربيا ما دلالت ذلك؟ مساء الخيس في البداية يمكن أغلب الدلالات الخاصة في ديارة سيادة الرئيس الصربيا يمكن تترخص عدد من الدلالات أبرزها في المقدمة طبعا هي الدلالات التاريخية خاصة أن السرطية هي أحد أهم أفرص للمزيد حدثته ده أحد أهم الدلالات عن العلاقات المارينة وتوطيب العلاقات المارينة معذرتها دكتورة إيمان هذه النقطة كانت مهمة فنرجو لإعادة لأن الخط انقطع في هذا الكلام ما يتعلق بالدلالات العلاقات المارينة عادة إنتاج العلاقات التاريخية المصرية السرطية السرطية خاصة أن القاهرة وسرطية كل منهم كانت ينتمي لحركة عدم الإنحياذ في تلك الفترة التاريخية وما يشهده النظام الدولي حالي من عودة إعادة إحياء أجواء الحرب البردة مرة أخرى فتلك الأمور يتعلق بإعادة إنتاج التاريخ السياسي القديم بيجمع ما بين القاهرة وما بين بلكراد فيما يتعلق بحركة عدم الإنحياذ وإنعكاب ذلك على حالة التفاعلات والتحولات بالمشهد الدولي في عقاب الأزمة الأوكرانية أحد أهم الدلالات الأخرى هي حجم العلاقات الوثيقة ما بين مصر وسرطية ما يتعلق ليس فقط بالتنسيقات السياسية لكن كذلك ما يتعلق بالتنسيقات الاقتصادية والتجارية وما يتلمسهم في منتدى رجال الأعمال مصر وسرطية وما يتمخذ عنه بعد ذلك من تعزيز لكافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية دعمت حركة التبادل التجاري ما بين الدولتين كذلك على صعيد التنسيقات فيما يتعلق بالتبادل الأراء فيما يتعلق بالقوات العسكرية والتنسيقات والتدريبات العسكرية ما بين الدولتين أنا في تقديري هناك نشهد قائم على إعادة توطيط العلاقات المرة الأخرى إعادة التفع بمصاري العلاقات ويمكن كذلك أن البطل ليس فقط بالأزمة الأوكرانية الحادثة لكن كذلك ما يتعلق ببسيقة التحركات الخارجية المصرية ويمكن أبرز رسائلها التي تم الإعلان عنها في كلمة سيادة الرئيس في قمة جدة وما تبع ذلك من إنعكاسات كذلك لحكم العلاقات الصينية ما بين الدولتين ويمكن كذلك بتأتي في إطار نقل القاهرة لرسائل الإقليم بالنسبة لسربيا وليس فقط سربيا ولكن للكتلة الأوروبية هذا استنادا لتحركات سيادة الرئيس في الدول الأوروبية تباعا خلال فترة الرئيس السيسي استعرض الجهود المصرية المبذولة للمساهمة في تسوية الأزمة الأوكرانية وأكد على أن الموقف المصري يقوم على أساس تناول كافة السبل المؤدية إلى التهديئة والتوصل إلى حل سلم للنزاع كيف ترين ذلك الموقف المصري دكتور إيمان عملية الحل السلمي للنزاع بشكل عام هي إطار عام ويمكن من أهم الأسس اللي بتسبنت إجهة السياسة الخارجية المصرية هي دعم الأطر السلمية في عمليات حل النزاعات القائمة التفعيد القائم في أوكرانيا يمكن لا يخفى عند العديد أن مصر تصلت بدور الواسطة في أكثر من مناسبة لإنهاء النزاع خاصة من لديه تدعيات ملموشة على ملف كالي الطاقة والغذاء بوجه أساسي ويمكن النقطة المتعلقة بتشويت النزاع بالطرق السلمية هي تم التأكيد عليها من جانب سيادة الرئيس فقط في اجتماعه الحالي في سربيا وزيرات الحياة في سربيا لكن في كافة المنتبيات وكافة المؤتمرات والاجتماعات الإسلامية المصرية مع كافة دول قادة العالم هي نقل لكافة الرسائل المصرية وهي دعم أحد أهم الأولويات على أجند السياسة الخارجية المصرية هي تسويت كافة النزاعات بالطرق السلمية بشكل عام دكتور أيمان كيف ترينا مستوى التنسيق السياسي بين مصر وصربيا هو مستوى تنسيق مرين وبيدل على عمق العلاقات المصرية الصربيا خاصة أن التنسيق ليس فقط في العديث عن أهم الملاثات أو القضايا السياسية والتي تأتي في غداة قلمة جدة ما تم البناء عليه في قلمة جدة لكن كذلك أن التنسيق بينتقل كذلك في محل تنسيق النوع التجاري والأعمليات الأجمال الاقتصادي وما إلى ذلك فهناك تنسيق نوع في كافة المجالات السياسية القائمة والاقتصادية والعسكرية وأيضا المجال الثقافي هناك تاريخ ممتد ما بين مصر وصربيا في هذا المجال بالضبط هناك تاريخ ثقافي قائم هي جملة من العلاقات المرنة لتجمع ما بين الدولتين في كافة المجالات يعني دلالة هذه الزيارة ومرضودها أيضا باع على العلاقات المصرية الصربية في العديد من المجالات التي أشرت إليها دكتور إيمان هي بناء على ما سبق هي إعادة إنتاج تاريخ العلاقات مرة أخرى ما بين الدولتين إعادة إحياء كافة الملفات مرة أخرى السياسة الخارجية المصرية أصبحت تستند حاليا في أجندتها الجديدة في أجندة الجمهورية الجديدة على إعادة إحياء العلاقات مرة أخرى الحديث عن دبلوماسية القمم بشكل رئيسي الحديث عن المبادرات الجامعة التشبيك ما بين القاهرة وكافة الدوائر سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي خاصة أن القاهرة بشكل رئيسي هي الدولة قد تكون الوحيدة في النظام العالمي التي تحظى بميزة نفسية هي انتداد عربي انتداد شرق أوسطي انتداد أفريقي انتداد أورو متوسطي فهي تحظى بمركزية الأقليم الفرعية كافة نعم الدكتورة إيمان زهران أستاذ العلوم السياسية شكرا جزيلا لك كنت معنا هاتفيا